اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في منصة اساس التعليمية ومعكم الأستاذ خالد الرئيس اليوم ان شاء الله رح نكمل الجزء او ما تبقى لنا من الدرس فكونوا معنا طيب الصخور والمعادن طب يا أستاذ انت صلك سنة صلك هاي رابع حصة وخمس حصة تكنا معادن 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 ايش فائدتها ما احنا لو لفائدتها اطلعنا فيها اي شيء في الطبيعة لو لفائدتوا بتطلع فيها يعني يا جلكم والله الناس صارت الهدولة تعوني النفايات وإعادة تدوير صارت تهتم بال اجلكم والله بالاسبال ليه عشان يفصل المواد الأولية والخمات ويرجعوها وإعادة تدوير مناش نهتم بهيك معادن مبنية بناء بلوري ومناخدنا الذهب والفضة والألماس لا من نهتم فيها إلا ها أهمية اقتصادية كبيرة حروب أقيمت حروب أقيمت على هذه المعادن وهذه الخمات المعدنية الحمد لله رب العالمين احنا بالأردن نمتلك معادن وخامات معدنية كثيرة إن شاء الله راح يقوموا باستخراجها وعندنا هاي بلشوا بالنحاس اللي موجود فيه الطفيلة وبلشنا قبل باستخرج زيت كثير في عدنا خامات وكثير عدنا معادن وإن شاء الله هاي ببلشوا فيهم استخراجاتهم فخلونا نعرف الصخور والمعادن طبعا تعد الصخور بأنواعها الثلاث النارية واربسوبية والمتحولة هي الوحدة البنائية الأساسية للقشرة الأرضية هاي أخذناها بمعلومة بالصف السابع وأول معلومة بلشنا فيها بالصف السابع معكم المعادن الأساسية المكونة لمعظم الصخور هي قليلة جدا مثل الكوارج الفلسبار المايكا البايروكسين الأمثيبل والأولوفين والقارنت والكالسايت وهذولا كلها ينتموا لمجموعة معادن مجموعة هاي مع هذول هاياتهم ينتموا لمجموعة السيليكات السيليكات إذا نتذكر الكالسايت الكربونات تمام القارنت ما خلناهوش طيب تتكون هذه الصخور من معدن واحد مثل صخر الجيري الكالسايت الكالسايت اللي هو تابع لمجموعة الكربونات كربونات وصخر الدونايت اللي هو الأولوفين وصخر الكوارتزايت اللي هو الكوارتزايت الكوارتزايت صخر متحول صخر متحول تمام على الأقل أو أكثر يعني بتكون من معدن واحد على الأقل أو أكثر مثل القرانيت اللي بتكون من الفلسبار والكوارتز والمايكا بتلاقي الصخر عبارة عن قطع مقطع ليه لانه فيه معادن كثيرة او بتلاقي قطعة واحدة مثل الكوارتزايت هذا مثل الجرانيت تمام وصخر البازلت اللي هو اللونه اسود اخذناه البفلسبار والبيروكسين والامفبل والعفن والالوفين والبيوتايت والهورنبليند الهورنبليند مثال على الامفبل والبيوتايت اللي هو مثال على المايكا اذا هنا اخذنا الصفات العامة للصخور كل اليات بتحكي عن الصخور ننتقل على الاهمية الاقتصادية للمعادن يعني بمعنى اخر هنا الصخور اللي عندنا قد تكون احادية المعدن او ثنائية او غير ثنائية متعددة المعادن متعددة المعادن تمام ننتقل الآن على الاهمية الاقتصادية للمعادن ذات قيمة اقتصادية الماس والذهب والفضة إلهم عياراتهم إلهم ناسهم إلهم الألماس الكورندوم التوباز معادن ثقيلة معادن غنية معادن كريمة يعني هاي معادن غالية الثمن طيب دخول كثير من المعادن في حياتنا اليومية مثل مثل مين هاي واحد أسلاك النحاس اللي هو جاي من معادن الملكايت السيارات اللي هو الفلاذ والمصنوع من الحديد الذي يستخرج من أكاسيدو طيب شو أكاسيدو يا حبايبي نعيدهم برافو عليكم الهيماتايت والماغنيتايت هذول أكاسيد الحديد اللي بيطلع منهم الحديد اللي بستخدموا في السيارات الألمنيوم من معادن الجبسايت إذن ستكون من معادن الجبسايت هي مجموعة معادن الجبسايت منهم البوكسايت من ناحية تكنولوجية تدخل في صناعة رقائق الحسوب وشاشات الهواتف والألياف والتلفاز والألياف الضوية مثل عنصر السيليكون المستخرج من معادن السيليكاتية اللي هي الأولوفين البايروكسين الأنفيبول الكواردز المايكا البلاجوكليز والأورثوكليز اللي هم الفلسبار هاي كلها معادن سيليكاتية فإذا ترى فيه كثير برنامج حلوة لإعادة تدوير المعادن أكبر مصنع لإعادة تدوير في العالم للعناصر هاي والمعادن واحد اسمه دراغون ولا دارغون من ماليزيا بلش بلش بعناصر ثقيلة بلش بعناصر خفيفة بحوالي داره جهاز كمبيوتر تليفون كذا الآن بأخذ عطاءات كبيرة بإعادة تدوير هاي المعادن ويمتلك من أكبر شركات العالم في إعادة تدوير الكمبيوتر الأمامي هذا والكاميرا هاي كلها معادن كلها بنعيد تدويرها ونستفيد منها أول بأول إذن ما بنحرم حالنا من هاي المعادن الموجودة نيجي على آخر موضوع المعادن في الأردن طبعا في عنا كثير معادن هذا جدول يعني مطالبين في الحفظ مثلا معدن الأباتايت اللي هو الفوسفات بيستخدمه في الزراعة وصناعة حمد الفوسفوريك الكالسايت الصخر الجيري الإسمنت بدخل فيه والدهنات والأدوية والأسمدة والورق وبناء الديكورات الدولومايت مثلا يستخدم الإسمنت والزراعة الكواردز طبعا أنا دايما بحكي لطلابي احفظوا لي صفة واحدة مميزة صفة واحدة مميزة ما رأى أطالبك بثانية هيك امتحاناتي بتيجي أنا طلابي هيك بتعمل معهم الكواردز من الصخر الرملي من الصخر الرملي هذا كصخر وممكن أن أستخرجه من الكواردز نفسه ممكن أستخرجه من المعادن السليكاتية تمام فيستخدم أيضا في السيراميك وصناعات الإلكترونية والموصلات فائقة السرعة وصناعات الزجاج الجبس الجبس راح نستخدم منه الإسمنت والديكورات والفلسبار مثال على ذلك الأورثوكليز بروح على الغرانيت من أهم استخدامات الصخور لإلوغرانيت بنستخدمه بالزجاج والسيراميك أيضا الملكايات الملكايات الكوبارايت والذهب الهيماتات الزيركون سألك عنه سؤال بأسئلة الدرس فعشان هيك راح نهتمله الزيركون سخر رملي يستخدم في قوالب الصب لزيادة مقاومة المعادن للاحتراق وفي اطلاء الحراري وسقل العدسات الطبية والسلفايت الكي سي أل أحد أملاح الذائبة في مياه البحار راح نواجهه عندنا بالأردن في البحر الميت والزراعة راح يستخدم فيها والصبون والدهنات والأدوية والورق ومعجين الأسنان وهيك خلصنا درسنا بهذا الجدول قلنا لكم احفظونا بس اللي هو صفة واحدة مميزة ودمتم بألف خير هيك خلصت الدرس الثاني شفتموا ابتسطوا الدرس الثاني سهل أسهل من درس الأول بكثير هو أصعب درس عندكم بالمنهاج الدرس الأول وهي خلصنا منه والحمد لله رب العالمين إلى أن نلتقي بكم بمراجعة الدرس تكونوا بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته